الوثيقة بقى يعني غاية في الأهمية والروعة معانا الوثيقة أعتذر حالي الأول ما تقول لهم هي أي هي الوثيقة اللي هي عنوانها مكبة من علماء مكة إلى محمد علي يشكرونه فيها على إنقاذهم على إنقاذهم من الوهبين آخر محرم 1228 صلعونا الوثيقة جميعا في فبراير 1113 ماذا تقول يا دكتور خالي وثيقة طويلة فيها دباجة طويلة لا مش دي مش دي الوثيقة اللي عليها الأختام اللي في الهوامش أيها دي الفقرة التانية منها الفقرتين زي ما حدثكم تشايفين بتقول رسالة من المفاتي والخطباء والأئمة والمدارسين والعلماء جمع مفتي والأختام بتاعتهم هي اللي في الهوامش دي دول مفتين مهمين جدا دول خطيب المسجد الحرام ومسجد النبوي ومفتي مكة ومفتي مدينة مش ناس بسيطة صفاتهم سقيلة يعني صفاتهم سقيلة دول علماء الحجاز ومش أي مدينة في الحجاز فبيقولوا فيها ينهون إلى ما سمعكم العلي الطاهرة بأنه قد وفدت إليهم عساكركم المنصورة فأنقذتهم من أيدي أولئك الشروق الخوارج المعتدين الطغاة البغاة الملحدين الذين سعوا في جزيرة العرب بالفساد وزيفوا عقايدهم بالحلول والإلحاد واستحلوا دماء أهل الإسلام وصدوا كل وافد إلى بيت الله الحرام فشكرا لله صنيعكم على هذه النعمة العظيمة فده كلام أنا أخلصهم من الخوارج الذين هم الوهبيين الذين هم من الوهبيين دول ناس أطعوا الحج وأقاموا شعائر وأفكار علماء الإسلام وقتها مش بنتكلم بقى حتى على اسطنبول ولا الأزر علماء مكة والمدينة علماء مكة والمدينة قالوا إحنا نسمعناش عن الكلام ده الكلام ده خوارج فعصد يقول إن ده السياق التاريخي اللي يجب وضع الوهبين فيه